تنفيذا لتوجيهة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ومتابعة سمو الشيخ هزاع بن زايد الانهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أعلن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اليوم حزمة حوافز اقتصادية وتسريع وطيرة إنجاز وتنفيذ أهم المبادرات الاقتصادية ضمن برنامج غدا واحد وعشرون وذلك بهدف دعم الأنشطة الاقتصادية وخفض تكاليف المعيشة وتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان بمواصلة جميع المشاريع الرأسمالية والتنموية المعتمدة في الإمارة واتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية مكتسبات أبوظب الاقتصادية ومنح الأولوية لشركات الناشئة وشركات الصغيرة والمتوسطة كما وجه سموه بوضع خطط تهدف إلى تحفيز قطاعات الاستثمار الاستراتيجي وأمر بتشكيل لجنة جديدة برئاسة دائرة المالية تضم في عضويتها دائرة التنمية الاقتصادية وبنوك محلية لمراجعة برامج الاقتراض بهدف دعم الشركات المحلية هذا وتشمل المبادرات الاقتصادية ضمن برنامج غدا واحد وعشرون تخصيص خمسة مليارات درهم لدعم الكهرباء والمياه للمواطنين والقطاعات التجارية والصناعية وتخصيص ثلاثة مليارات درهم لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج الضمانات الاعتمانية الذي يديره مكتب أبوظبيل الاستثمار إلى جانب تخصيص مليار درهم لتأسيس صندوق صانع السوق لتوفير السيولة وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلاب على الأسهم وإلغاء رسوم تسجيل المركبات التجارية ورسوم بوابات تعرفة المرورية في أبوظبي لجميع المركبات حتى نهاية العام وإعفاء الشركات النشأة من كفالة حصن التنفيذ للمشاريع التي تصل قيمتها إلى خمسين مليون درهم ترجمة نانسي قنقر